قطاع الصيد وتربية المائيات بولاية جيجل أحد أهم القطاعات الاقتصادية كونه يساهم بشكل كبير في خلق مناصب عمل حيث يضم في صفوفه ما يقارب خمسة ألاف مهن مسجل بينهم ألف وثمانمائة ينشطون بصفة دائمة إطار تحسيس مهنية هذه الفئات المهنية جميع الفئات المهنية المتوجدة سواء في السيد بحري أو النشاطات المرتبطة في السيد بحري بتحسيس هذه الفئات من أجل تكتل في تعاونيات ومرافقتهم إلى تجيز هذه التعاونيات على أرض الواقع وتسهيل جميع الإجراءات الإدارية أنا شحل من السنة وحلفتني طرح القانون والحمد لله القانون التعاونيات موجود حاليا وأحسن بكثير من جمعيات من التعاونيات الأسبق فهذا يعني هو في صاحب المهنيين يعني يخدم المهني يحل المشاكل من جناب التدعيم عن نحواج بزرل يسفدهم إن شاء الله يشبعينا الخيرات في تعاونيات يعني في صاحب المهني القطاع الذي حظي باهتمام كبير من طرف رئيس الجمهورية من خلال بعض الامتيازات الممنوحة لفائدة المهنيين بعد خلق تعاونيات مهنية جماعية مكسب المهنيين بعد قرار السيد الرئيس الجمهورية باعتناء بفئة المهنيين وقطاع السيد البحري عرف تعديل من خلال توجيهات السيد الرئيس الجمهورية عرف تعديل في القانون 011 التي يمنح حقية المهنيين السيد البحري في تربية المائيات بإنشاء تعاونيات قمنا بحملة استباقية وطنية تحسيسية من أجل مرافقة المهنيين في إنشاء تعاونياتهم دور قطاع السيد البحري وتربية المائيات كبير في خلق الضروة ومناصب العمل كما يساهم في تدعيم الأمن الغذائي من خلال توفير المنتوج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ترجمة نانسي قنقر